السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معي في حلقة جديدة وحلقتنا النهاردة هنقول فيها معلومة على السريع للناس اللي هي بتحاول تصلح لمبة الليد ولكن بالطريقة العادية اللي احنا اه او الطريقة المتعرف عليها اللي هم بيجيبوا مثلا اي سلكة وبيوسروا اللمبة بالكهرباء ويبدأوا يقفروا الدايرة بتاعة كل لد بيحطوا الطرف ده مع الطرف ده بالشكل ده ولما اللمبة اه تنور يبقى ان الليد ده هو اللي فيه المشكلة طب هنا بقى المشكلة بتكون كبيرة شوية او الفيديو بتاع النهاردة الفكرة فيه مختلفة شوية لو انا مسلا عندي الليد دبايز واللد دبايز مسلا لما اقفل الدايرة ديت ماشي اللمبة مش هتنور معي يعني لان انا عندي هنا مسلا مشكلة في الليد ده ومشكلة في الليد ده طب هنا بقى اعمل ايه انا الاختراع ده هيكون فشل تماما معي. فهعمل ايه? هجيب الاختراع ده. الاختراع ده اللي هي القعدة بتاعة آآ اللي هي فيها الحجر. الحجر ده بيكون آآ تلاتة زي ما احنا شايفين كده. والحجر ده بيكون خارج منه سلكتين من تحت زي ما احنا شايفين كده. بنبدأ ان احنا نجيب نقيس نقيس بالسلك ده. الطرفين بتوع كل هنلاقي ان الليد السليم هينور معي. والليد اللي مش سليم مش هينور معي. وبكده لما يكون عندي مسلا اكتر من لد آآ اكتر من لد في مشكلة. فالاختراع ده هيكون فاشل تماما معي. فهنستخدم الاختراع الجديد ده. اللي احنا بنجيب حجر تلاتة فولت. وبنختار قعدة او بنجيب اي قعدة من اي مزر بوردة قديمة. ونحط فيها الحجر. وبالطرفين نقيس كل الليد وبالتالي بنطلع الليدات السليمة من الليدات اللي هي مش السليمة. بتمنى الفيديو بتاع النهار ده وقناة عبقكم. لا تنسوش تعملوه في الفيديو تعملوه اشتراك في القناة. كان معكم محمد سعيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.